بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة متقابلين عشان المحاضرة التانية من كورس الديناميكس او ميكانيكس 2 وان شاء الله النهاردة هنغطي 2 طابيكس عندنا اول واحد اللي هو تكملة ريكتلينيار موشن والجزء التاني اللي هو الكرفيلينيار موشن باستخدام الكارتيزيان كوردنز اول حاجة ريكتلينيار موشن احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت ان انا لما البارتكيل بتاعي يمشي في ستريت لاين ده معناها ان الفلاسطي بتبقى تانجنت لللاين دوت والأكسلريشن بتبقى برضو اللايند مع الفلاسطي يعني ممكن تكون الأكسلريشن مع الفلاسطي او الأكسلريشن عكس الفلاسطي وقلنا كمان ان فيه ريليشن بتربط ما بين الأكسلريشن والفلاسطي هما الا بتساوي dv by dt والا بتساوي v dv by ds والv بتساوي ds by dt حقيقة الرولز ديت بيدي اخد شكل تاني او صورة تانية لو كانت الأكسلريشن كانت يونيفورم او كونستنت يعني لو جيت قلت كده لو الأكسلريشن is كونستنت or uniform اللي اتنين يدونا نفس المعنى هنلاقي ان الرولز ديت بقى ليها شكل special كده هما ان الv equal v naught plus a في t والv squared equal v naught squared plus 2a delta s والdelta s بتساوي v naught في t plus half a t squared الرولز ديت انا عايزكم تشوفوها زي ما انا شايفها الرولز ديت او الرول بيربط ما بين ال-v وال-t ال-v وال-t هما دول اللي مختلفين في المعادلة دي طب المعادلة اللي بعدها مختلف فيهم ال-v وال-s او ال-delta s ال-delta s ده المعادلة التانية المعادلة التالتة اللي مختلف فيها هو ال-delta s و-l time لكن ال-v naught وال-a موجودين في الثلاثة ايه في الثلاثة رولز طيب ايه الرموز اللي انا كاتبها ديت اول حاجة ال-v بتمثل ال-final فلاستي هو بيقول لي ان انت عشان تستخدم ال-rules ديت بيبقى عندك initial point initial point وعندك final point ال-initial بيبقى عندها v وعندها s initial s i بيبقى عندها v naught وعندها s final ما بين ال-initial وال-final فيه acceleration بتساوي constant لو الكلام ده تحقق يبقى البادي دوت نقدر نطبع عليه القوانين التلاتة طب انت كتبتلي هنا s initial و s final رغم من القوانين فيها delta s اقول لك ما هي delta s دي هي ال-s final minus ال-s initial يبقى دول تلك قوانين طبعا استنتاجهم من القوانين الاصلية حتة رياضة شوية تعالوا احراركم منها مش هقول لها يعني بالتفصيل عشان ايه مش هنسأل فيها في ايه يبقى الموضوع ابسط اه بكتير ما نضخنوش يعني ال-v equal plus a plus a plus t ال-v naught هي initial velocity وال-v اللي هي من غير اي علامة دي هي ال-a final velocity بي انا عندي v naught اهو عندي v naught دي كده initial velocity بتاعت ال-interval اللي انا قررت اللي انا ايه ادرس وال-a اللي هي طبعا ال-uniform acceleration ايه acceleration خلاص لازم تكون ايه ال-uniform acceleration ال-concent acceleration وال-t اللي هو ال-time interval ال-time interval يعني الراجل اخد حركته سانيتين ثلاث ثواني لبادية هي ال-a ال-t او في بعض المسائل بتكتب في بعض الكتب بتكتبها delta t بس احنا نكتبها ايه t للتبصيل تعالوا ناخد المسال دوات ونشوف هن هنطبق قوانين ال-concent acceleration ليه وهنطبقها ازاي لو احنا بصينا للإجزامبل دوات بيقول لي طبعاً 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 هو ما قالش ايه ال-75 ميتر برساكن ديت بس احنا من اليونت عارفين ان ديت يبقى ال-V بتساوي 75 ميتر بيقول بيقول لما اصبح الراكت ده على ارتفاع 40 ميتر from the ground ال-engine fail ال-engine fail يعني المحرك بتاع الماتور ده باز يعني معنى كده ان لو دي كانت ال-ground او لو رسلنا line كده بيمثل ال-ground فالراكت ده خلال ال-40 متر دول كان بيتحرك بسرعة سابتة بتساوي 75 متر برساكن من نقطة 0 مثلاً لنقطة ايه نقطة واحد طبعاً عندي نقطة واحد الساروخ ده باز طب هو هل الساروخ ده لما هيبوز هل الساروخ هيقوم واقع قال لي لا لانه هو طبعاً في المكان ده ما كان رقم واحد كان لسه بيمتلك الفلاست اللي هي 75 متر فاكيد هيكمل بيهم شوية يعني نرسمهم حتى بلون تاني هيكمل بيهم شوية لحد مصرعته تبقى بصفر ويرجع يقعتين او يرجع ايه يقعتين طبعاً الخطين اللي انا رسمهمهم دول خط واحد بس انا رسمهم خطين عشان اه ايه المسألة تبقى متشافة وهي طلعة وهي نزلة واضح من المصار اللي انا رسمته ده ان احنا قدر نسمي ديه نقطة رقم اتنين وهتمثل الماكسموم لوكيشن او الماكسموم هايد الماكسموم ايه الماكسموم هايد وبعد كده الساروخ دا راجع ويه خبط في الارض عند النقطة رقم ايه عند النقطة رقم 3 تعالوا بنشوف ايه اللي بتأثر على الساروخ من نقطة زيرو للنقطة رقم واحد كان الساروخ الاكسلريشن اللي عليه ايكوال زيرو طب ليه دكتور ايكوال زيرو عشان هو قال لي ان الراكت دا كان ماشي بسرعة 75 يعني الفي كان بتساوي 75 متر بير ساكند بتساوي كونستنت خلال مسافة قد ايه خلال مسافة بتساوي 40 متر طيب بعد كده الساروخ من بعد نقطة رقم واحد كان كل اللي بيأثر عليه هو الجرافتي الجرافتي اللي هي الاكسلريشن يعني معنى كده خلال الفترة التانية كان كل اللي بيأثر عليه هي الاكسلريشن لتحت وكانت بتساوي ايه كانت بتساوي جي اللي هي كلنا حافظينها ب9.81 متر بير ساكند سكوارد طيب هنيجي بعد كده نبدأ نشوف هو طالب ايه تعالوا نترجم سوا بيقول determine the maximum height the maximum ايه height هم سميها sb يعني نقطة اتنين دي سميها sb وهو عايز اكس ارتفاع ريتشت بايزا راكت يعني احنا لو جينا حطينا علامة قصة اكس ارتفاع هنقول ان المسافة دي كلها هي دي كده الماكس مام height عايز يعرف الصاروخ طلع الارتفاع قد ايه هو طالب الماكس مام height يو بيقول determine هتلينا واحد هتلينا الماكس مام height اتنين عايز سرعته just before hits the ground عايز السبيد just just before hits the ground نحل مسألة constant acceleration ازاي قال لي اول حاجة step one step one ارسم suitable draw suitable axis suitable axis طب دلوقتي دي motion vertically يبقى الطبيعي ان انا هرسم ال y axis ايه هو اللي هيعبر عن الموش يبقى دي كده هو مين هو ال y axis وال y axis ده اخدت له origin عند الارض اهو 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 دي الارض ايه دي كده ايه نقطة الزير دي اول step تاني step ترجم المسألة بتاعتك طبعا المقصود بالترجمة ان انا احول الكلام المكتوب لرموز فاحنا لما جينا ترجمنا المسألة قلنا ايه قلنا من المكان رقم 0 للمكان رقم 1 كانت ال acceleration بتساوي 0 وكانت ال v بتساوي plus 75 ميتر وكانت طب ليه قلت لان زي ما انتم شايفين ال 75 اللي مرسومة دي مع ال y خلي بالكم احنا هنمشي كل المسألة عن طريق ال y اللي احنا رسمناه طيب من 1 ل 3 قال لي من 1 ل 3 كانت بتساوي minus 9.81 ميتر وكانت طب معليش هي ليه minus وبعدين ده انا شايفه نوع من 1 ل 2 كان طالع ومن 2 ل 3 كان نازل انا مليش دعو بطلع او نازل انا بسألك ال acceleration دي كانت ال y وال عكس ال y دايما كانت عكس ال y يبقى دايما وكانت لانها ما تغيرتش خلال حركتي من 1 ل 3 قيمة واتجاه ال acceleration ما تغيروش طب ايه الترجمة التانية ترجمة وقال لي find maximum height كلمة maximum height معناها y بتاعت نقطة رقم 2 بس خلي بالك في مادة mechanics 2 لازم required يجر given لازم required يجر given وكل على اي مصار motion اي point بتمتلك 3 حاجات بتمتلك time t وبتمتلك location اللي هو s او x او y و بتمتلك velocity بتمتلك ايه velocity v فالنقطة رقم 2 هو اصلا عايز ال y s or x or y على حسب هو ماشي ازاي فهو هنا عايز y طيب تعرف time بتاع نقطة رقم 2 لا معرفش طيب تعرف v بتاعت نقطة رقم 2 طبعا نعرف سرعة نقطة رقم 2 equal zero ليه لانه اقصر دفاع لو كان في سرعة كان طلع اكتر طيب ايه كمان قال لي طالب كمان السرعة قبل ما يغبط بالارض على طول نقطة خط في زمنها لا تعرف مكانها اه اعرف مكانها لانه رجعت ل y يبقى y بتاعت نقطة رقم 3 equal a equal zero يبقى كده ترجمة المسألة الخطوة الاخيرة في الحل بيقول لي find suitable rule to join يربط the given with the required with زي ايه the required يربط ال given بrequired طب ما تيجوا بقى نحل مسألتنا بالconcept ده اه عم ناخد خط كده عشان نحل المسألة بتاعت اول required بيقول لي بيقول لي هات لل y 2 بكم لما كانت ال v 2 equal zero طبعا انا هنا هدرس من نقطة رقم واحد لنقطة رقم 2 بقت 1 دي initial و2 ايه و2 final يعني القانون اللي يربط انا فاكر ان هما كانوا يطلق قانين v equal v plus a v squared equal v squared plus 2 a delta s والdelta s equal v t plus half a t squared طبعا هنا القانون اللي مناسب انا شايف انه ما فيش time في الموضوع يبقى القانون اللي هيبقى مناسب ايه v squared equal v plus 2 a delta s v final هي v 2 v initial هي v 1 plus 2 من 1 2 في delta s اللي هي s 2 minus s 1 s 2 minus a minus s 1 لو جينا عوضنا فالv 2 بزيرو الv 1 كان plus 75 الكل squared بعد كده plus 2 ال negative 9 point 1 في s 2 minus s 1 اللي هي كانت بكام كانت ب40 واضح ان هنا جبت القيمة بتاعت s 2 يبقى انا كده جبت ايه ال s 2 المساف عن الارض طيب السؤال اللي بعد تعالوا كده ناخد هنحتاج صفحة كده زيادة نقول insert page او السؤال اللي بعد السؤال التاني required التاني قلنا فيه 3 عايزها وعارفين ان y 3 equal 0 واضح انه نفس الرول طب ندرس من فين فين انا مثلا ممكن ادرس من 1 ل 3 1 تاني ممكن ادرس من 2 ل 3 احنا ال2 صح هقول lui v squared equal v squared plus 2 a delta s 1 v v v v v v plus 2 x 1 3 s 3 minus s 1 v 3 بكم انا عايز اعرفها squared v 1 كانت 75 كل square plus 2 minus 9 point 1 طب الاس 3 نقطة 3 عند الارجن يعني 0 و 1 كانت فوق الارجن ب40 يبقى ايه minus 40 واضح ان v 3 طلعت plus or minus square root 75 squared plus 2 9 point 8 1 40 جبت مين جبت v 3 بس انا احضت هنا اشار plus or minus اخد plus ولا اخد الم قال لي قال لي ان انا هاخد الماين طب ليه سيد هاخد الماين بس كده v 3 v 3 عكس y لما يجي يخبط في الارض يخبط عكس y فمعنى كده ان انا اخد مين هاخد الاشارة الماين يبقى انا هنا تاني رسمت الطريق بتاعي حددت ال data عليه ترجمت وربطت بعد كده دورت على القانون المناسب من التلق قانين اللي قدام دي مسألة تعالوا نمسك مسألة كمان ايه المسألة دي يقول لكار عربية تتنقل عن طريق اسنصير للدور الرابع الدور الرابع ده كان على ارتفاع 48 قدم يعني انا عندي ليفل 4 اهو تعالوا نرسم كده رسمة تفهمنا ليفل 4 وده كده هنا ليفل ايه ليفل 0 المسافة بين 4 و 0 كانت بتساوي 48 feet 48 ايه قدم اباف اباف ايه اباف بيقول لي افزا كان اكسلريت كذا ده بيديني مواصفات للاليفيتور بيقول لي انه بيقدر يأكسلريت يسرع يعني وبيقدر يفرمل ب انا حطيتها بالمانس عشان هي وقال لي اقصى سرعة لي كانت بتساوي 8 feet per second يبقى دي المواصفات بتاعة الاسنصير ان الاسنصير ده لو هيسرع يبقى اقصى سرعة لي هي 6 من 10 هلو كده ناخد ايه او ناخد البوكس ده عشان يمميزين ولو هو عايز يفرمل فاقصى فرمل هي لو هو عايز يمشي باقصى سرعة هيبقى 8 feet per second السؤال بتاعه ذاكي جدا بيقول لي ايه بقى بيقول لي determine the shortest time عايز اقل وقت to make the left يعني عايز اقل وقت ياخده عشان يتنقل من الدور الارضي للدور الرابع وخلي بالك انه بدأ من rest وانتهى عند الرست يعني معنى كده ان عند الدور الارضي كانت السرعة بزيرو وعند الدور الرابع كانت السرعة بكام برضو كانت السرعة برضو بزيرو يمشي ازاي اللوجيك بيقول ان انا همشي باقصى سرعة بس انت هتوصل لأقصى سرعة ازاي اللي باقصى acceleration يعني انا لو افترضنا ان المكان ده هو المكان بتاع اقصى سرعة كاتل فيب كام بتمانية feed per second من المكان بقى رقم واحد للمكان رقم اتنين مشي بacceleration من واحد لاتنين هي اقصى قيمة للacceleration feed per second سكواري يبا هو داس بنزين على الاخر وهو في الدور الارضي لحد ما وصل لسرعة كام تمانية هل وصل لا مش شرط قال لي فخلاص هيمشي شوية بالسرعة تمانية دي يبقى واضح ان السرعة من اتنين لتلاتة كانت constant يبقى معنا كده ان الacceleration من اتنين لتلاتة كانت بايه بزيرو عند اقصى سرعة سرعته ما زادتش اول ما لقى نفسه قرب من الدور الرابع امفرمل باقصى فرامل عشان ينزل بقى من تمانية لصفر تاني فحتى acceleration من تلاتة لاربعة دي نقطة اربعة بتساوي مينس تلاتة من عشرة feed per second سكواري بواضح انه هو استخدم اقصى طاقته في التسريع واقصى طاقته في المالة واقصى سرعة عشان يحقق ايه minimum time يبقى المطلوب مني ان انا حدد الطايم من واحد لاربعة بالbehavior اللي انا رسمته ده طب تعالوا هندرس اول حاجة من واحد لاتنين من واحد ليه من واحد لاتنين من نقطة واحد لنقطة تين قلنا ان ال v1 كانت بزيرو وال v2 كانت بتساوي تمانية والاكسيريشن من واحد لاتنين كانت بستة من عشرة انت عايز time يبقى v equal v not plus a في t ال v final هي تمانية الانيشيا القلنا زيرو الاكسيريشن كانت ستة من عشرة في الطايم من واحد لاتنين من هنا يبقى الطايم من واحد لاتنين بيساوي تمانية مقسومة على ستة من عشرة بزاكن لكن ده لتايم طب تعالوا ندرس كمان من اتنين لتلاتة من اتنين لتلاتة هنلاقي في مجهولين من اتنين لتلاتة هنلاقي في مجهولين المجهول الاولاني بصوا كده من اتنين لتلاتة الا 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 اكوال زير يبقى الاس او دلتة اس هتساوي ايه في في ت ال في معاك اه بتمانية لكن لاتطايم معاك ولا المسافة من اتنين لتلاتة معاك وطبعا هجيبها ازاي انا عايز اعرف بقى عندي مشكلة هن عايز اعرف المسافة من اتنين لتلاتة عشان نحل المسألة قال لي تعالى نجيب المسافة من واحد لتنين دلتة اس من واحد لتنين ونجيب دلتة اس من تلاتة لاربعة وانت قريدي عندك دي كلها تمانية واربعين جبت الديلتة اس من اتنين لتلات ايه الكلام ده تعال من واحد لاتنين اقول له V سكوارد اقوال اقوال بنات سكوارد بلس لس اتنين ايه دلتة اس ايبقى V كده في مين دي V اتنين ودي كده V واحد ودي كده ايه واحد الاتنين ودي كده تبقى اس ايبقى من واحد الاثنين الفي اتنين احنا عارفين ان هي بتمانية يبقى تمانية سكوارد الفي نوت كانت زيرو لس اتنين في ستة من عشرة في الدلتا اس اللي هي من واحد الاثنين فتبقى الدلتا اس من واحد الاثنين هتساوي تمانية سكوارد مقسومة على واحد واثنين من عشرة نفس الكلام هدرس من ثلاثة الاربعة من نفس القانونين هقول له في اكوال في نوت بلس اي في تي الفي فانال هي في اربعة كانت بزيرو الفي نيشة الفي تلاتة هي تمانية مينس ثلاثة من عشرة شان دي كانت اقصى فرامل في التايم من ثلاثة الاربعة جيبنا التايم من ثلاثة الاربعة يساوي تمانية على ثلاثة من عشرة بعد كده اول تايم من واحد الاثنين ودي اخر تايم من ثلاثة الاربعة نجيب المسافة كمان عشان نحتاجها في سكوارد ايقوال في نوت سكوارد لس اتنين اي دلتا اس الفي اربعة كانت بكام؟ زيرو يبقى زيرو سكوارد الانيشيل كانت كام؟ كانت في تلاتة اللي كانت تمانية سكوارد لس اتنين في نيجاتي في تلاتة من عشرة في الدلتا اس من ثلاثة الاربعة جيبنا الدلتا اس من ثلاثة الاربعة هتساوي كام؟ تمانية سكوارد على ستة من عشرة نيجي بقى ندرس من اتنين لتلاتة نقول له ايه بقى؟ نقول لن الدلتا اس من اتنين لتلاتة هتساوي في في تي من اتنين لتلاتة الدلتا اس من اتنين لتلاتة اللي هي ديت هتساوي 48 minus الاثنين التانيين يعني minus delta S من 1 ل 2 minus delta S من 3 equal 8 من 2 ل 3 جيبنا ال time اقول له بقى يبقى total time اللي انت عايزه هو مجموعهم بقى هيتقول time من 1 ل 2 زاد ال time من 2 ل 3 زاد ال time من ايه من 3 ل 4 دي كده مسألة كمان عن ايه عن الكونسنت اكسل ريشن دعالوا بقى نروح لنوع تاني من الموشن كده خلصنا خلاص الكونسنت اكسل ريشن واللي محتاجينه منه تعالوا نشوف لو انا بتحرك في كيرف كيرف لينيير كيرف لينيير موشن قالي لو انت هتتحرك في كيرف لما جارسي كيرف كده هيبقى ليه سنتر نسمي السنتر ده هو السنتر اوف كيرفيتشر والخط اللي بيوصل ده بدأ اسمه ريديس رو هنديله رمز رو قالي لو انا كنت في المكان ده يبقى الفلاسطي لازم تبقى tangent للطريق يعني عاملة 90 مع الرو طب الاكسلريشن قالي لها 3 احتمالات ممكن الاكسلريشن تبقى بالمنظر ده نسميها ايه وان ممكن الاكسلريشن تبقى بالمنظر ده ونسميها ايه تو او تبقى بالمنظر ده ونسميها ايه سري لو كانت الاكسلريشن هي ايه وان يبقى اللي سبيد دي كريز السرعة ايه ماشي في منحنة في كيرف بس سرعة ايه لو كانت هي الاكسلري فالسبيد انكريز طب ولو كانت حالة لقيته قلت بقى السبيد كونستانت يبقى انا عندي 3 حالات للأكسلريشن وعلى قطب الايه بالفلاسطي عشان نرصد الكلام ده نصوره نعرفه فيه 3 لغات هنستدرس 3 لغات بالترتيب في محضرات متتالية اول طريقة هي الكارتيزيان الكارتيزيان كواردينتس كارتيزيان ايه كواردينتس الكارتيزيان كواردينتس قالت ان انت عشان تدرس مسألة بالمنظر ده لازم ترسم اكسيز اكس وواي يبدو لكده اكسيز ادي الاكس اهو وادي مين الواي الاكسيز ديت هتشوف مكاني على حتتين عنده كده لوكيشن اهو هتشوف ايه مسافة واي ومسافة اكس قال لي فمن هنا عرف البوزيشن فيكتور ار يساوي اكس على الاي وواي على الجي اعتقد ان الكلام ده شفتوه بالتفصيل فيه مادة الميكانيكس وان لكن في الميكانيكس وان كان البادي في حالة اتزان كانت الاكس والواي قيم سابتة لكن في حالة الموشن الاكس والواي قيم عمالة تتغير قال لي وشاف الفيكتور بتاع الفلاسطي الفلاسطي فيكتور في شافوا تو كمبونت يعني عمل رزيليشن للفلاسطي فاديته كمبونت على الاكس وديته كمبونت على الواي فمقال ان الفيكتور عبارة عن ايه في اكس في اتجاه الاي زائد في واي في اتجاه الجي والاكسلريشن فيكتور نفس الكلام اكسلريشن فيكتور قال ايه قال ان الاي فيكتور عبارة عن في اكس في الاي زائد اي واي في الجي يبقى الصورة رقم واحد صورة رقم اين للفي صورة رقم تلاتة الايه? هو عمل ريزيليوشن حل اللي يعني على المحاور اكس واي اكس واي. طب احنا عايزين نبص لها من ناحية الرياضة. قال لي من ناحية الرياضة. الفي هي بالنسبة للتايم. يعني معنى كده هيبقى دي اكس باي دي تي في الاي زائد دي واي باي دي تي في الجي. الدي اكس باي دي تي ده اللي هو اكس دوت. والدي واي باي ديت اللي هي واي دوت. من هنا الفي بقت عبارة عن اكس دوت في الاي زائد واي دوت في الجي. اخدت صورة تانية هي. صورة طب ما هي الـ Acceleration عبارة عن الـ DV by DT فهتدينا ايه بقى؟ هتدينا D squared X by DT squared في الـ I وهتدينا D squared Y by DT squared في الـ J دي مين؟ قالت الـ X double dot وديت قالت الـ Y double dot فمن هنا الـ Acceleration بقت X double dot في الـ I زائد Y double dot في الـ A في الـ J يبقى ملخص الكلام ان الكارتيزيان كواردينت شافت الفلاسطي بصورتين يا اما في X وفي Y يا اما X dot Y dot شافت الـ A بصورتين يا اما X وA Y يا اما X double dot Y double dot طب الكلام ده هنشوفه ازاي في المسائل تعالوا نشوف المسائلة ديت هتتكلم ازاي ولا بلاش ديت تعالوا نحل دي الاول مسألة مباشرة ايه بيقول لي ايه بقول لي اذا فلاسطي اف بارتكيل اس V بتساوي ادي انا الفي اهي بتساوي تلاتة I بلاش ستة مينس اتنين T في الجين بيقول لي خلي بالك الـ TD time والـ R كانت بزيرو لما كان الـ time بزيرو تعالوا نكتبها الـ R فيكتور كان بزيرو لما الـ time كان بزيرو دي معلومة عايز ايه بقول لي determine طالب الـ displacement تذكروا معايا رقمز الـ displacement كان ايه كان delta S لأ هنا يبقى اسمه delta R ده كده رمز الـ displacement ده بيساوي الـ R final طبعا هو عايز من خلال time 1 time 3 هي الـ R final مينس الـ R initial طبعا الـ R final هنا يعني لما كان الـ time بثلاتة والـ initial لما كان الـ time بايه بواحد ده هو الـ required بتاعه هحلها ازاي قال لي بص بقى لو هو مديك لك الـ R هتعمل الـ R دي الـ derivative بالنسبة للـ time تجيب فيكتور الـ V لو عملت الـ derivative بالنسبة للـ time مرة تانية هتجيب فيكتور الـ A يبقى انت كده عندك طريق من الـ R تجيب الـ V ومن الـ V تجيب الـ A طب لو مشيت العكس قال لي لو مشيت العكس تعمل integration تعمل ايه؟ تعمل integration طب انا فين من الخريطة اللي انا رسمتها دي قال لي انت معاك ان الـ V بتساوي 3I plus 6 minus 2T في اتجاه الـ J وانا عايز الـ R يبقى اكيد هعمل integration الـ V تبقى R طب تعالوا نعمل كده integration للـ vector اللي على يمين ده الـ 3I تبقى 3T في الـ I طب واللي بعدها 6-2T هتبقى ايه؟ قال لي هتبقى 6T minus 2T minus 2T squared على الـ 2 تجاه الـ J plus R node ايه الـ R node ديت؟ هي الـ R لما كانت time بـ 0 والرجل ادخلنا انها كانت بيكان بـ 0 يبقى انا اشيل ديت وحط ايه؟ 0 فطلعت ان الـ R vector مبارعا 3T في الـ I بعد كده 6T minus T squared في الـ J يبقى انا كده vector position at any time طيب لما كانت time بـ 1 تعالوا كده نحط كل T بـ 1 فتبقى 3I بعد كده 6 minus 1 يعني 5G يبقى ده كده الـ vector لما كان الـ time بكام؟ لما كان الـ time بـ 1 طيب لما كان الـ time بيساوي 3 ها؟ هيددينينا كام؟ تعالوا نشوف يبقى احنا هنعوض يبقى الـ R لما كان الـ time بيساوي 3 هي 3 في 3 هتدينينا 9I بعد كده 6 في 3 minus 9 هيدتني ايه؟ ادتني 9 برضو بس في الجي يبقى انا كده جبت الـ vector position vector لما كان الـ time بـ 1 والـ position vector لما كان الـ time بـ 3 أقول له يبقى delta R هي الـ R لما كان الـ time بـ 3 minus الـ R لما كان الـ time بـ A بـ 1 تعالوا نطرح يبقى 9-3 هيددينينا 6 في الـ I وتسعة منس خمسة هيددينينا 4 في الجي يبقى انا كده جبت له الـ displacement دلتا R دي كده هي مين؟ هي الـ displacement يبقى واضح ان انا اشتغلت زي الـ straight line بس مرتين مرة في الـ X و مرة في الـ Y موضوع ان شاء الله بسيط طيب مثال كمان المسألة دي بيقول لي add any instant horizontal position horizontal position هيقصت بها مين؟ الـ X يبقى انا عندي horizontal position اللي هو بيمثل عنه الـ X وفيه vertical position اللي هو مين؟ اللي هو الـ Y وفيه path equation ايه الـ path equation دي قال لي دي الـ Y function في الـ X شكل الطريق اللي انا همشي عليه طيب بيقول لي بقى ايه؟ givens يقول لي خلي بالك ان horizontal position X بيساوي 8T تعالوا كده نعملها تزليل بالأصفر اهي 8T يبقى هو الداني given ان الـ X بتساوي 8T وداني الـ Y function في الـ X دي اسمها path equation داني ان الـ Y بتساوي ايه؟ X squared over 10 عايز ايه؟ اللي هاتلي المجنيتود والـ direction بتاع velocity والـ acceleration لما كان الـ time بيساوي 2 seconds يبقى بيقول لي determine هتلينا velocity والـ acceleration لما الـ time يساوي ايه؟ 2 seconds طيب يا دكتور هنا هاشتغل X و Y اه تشتغل X و Y طيب انا مش معايا الـ R اقول له هي الـ R كانت عبارة عن ايه؟ يقول لي ان الـ R كانت عبارة عن X في اتجاه الـ I زائد Y في اتجاه الـ J فهل يا دكتور اعمل كده؟ اقول له ان الـ R عبارة عن 8T شال بقى الـ X وكده بكام؟ 8T وكتب بقى زائد X squared over 10 في اتجاه الـ J اقول لك لا كده هيبقى الـ هايبقى صعب لازم تبقى كلها time ام واحد لمح ايه بقى؟ لمح ان ممكن يبقى الصورة دي ايه؟ صورة صعبة دي صورة صعبة هزينا تخلص منه قال لي طب ما يا دكتور هنا في المعارلة دية لو شلت الـ X وكتبت 8T هتبقى 8T squared over 10 يعني 6.4T squared بس هنا جبت الـ Y والـ X function في الـ time فبقت الـ R عبارة عن 8T على الـ I و 6.4T squared على الـ J كده انت معاك الـ position vector at any time اعمل ما عايز بقى جيب الـ V فتعمل بالنسبة للـ time يبقى الـ V equal 8T تبقى بـ 8 والـ 6.4 تضرب في 2 يبقى 6.4 في 2 الدتني 12.8T في اتجاه الـ J اعمل دريفت فمرة كمان بالنسبة للـ time عشان تجيب الـ acceleration التمانية I تبقى 0 والتانية هتبقى 12.8T يبقى أنا كده جبت vector velocity وجبت vector position at any time لا بس هو عايز الاجابة بتاعته لما كان الـ time يساوي 2 seconds يبقى أنا كده هقول له ايه حط الـ time بيساوي 2 seconds لما هتبقى الـ time بـ 2 seconds هتطلع ان الـ V بتساوي 8I زائد هنعود بقى عن الـ T بتنين فيبقى تنين في 12.8 الدتني 25.6J فاكرين الفكتور بتاع الكارتيزيان كنا بنعرف نجيب له ماجنيتيود ان احنا نقول 8 سكوارد زائد 25.6 سكوارد كل اضحت الـ root والـ direction هيبقى 10-1 VY على VX يعني 10-1 كم على كم بقى 25.6 على 8 جبنا الـ direction سعب بنسمي الـ direction ده هو direction of motion of motion وبنديله رمز سيتا V طب بالـ acceleration acceleration سابتة بتساوي 12 point A G يبقى الماجنيتيود بـ 12.8 والـ direction على طول كده اللي هو السيتا بتاعت الايه هيبقى 90 ديجري لان هو في اتجاه الجي بس ليه كده مسألة تانية على مسألة تالت يقول لي ايه يبقى المسألة قلنية داني الفكتور جاهز ليه تلاتة آي زائد 6 منس اتنين تيه الفكرة التانية الداني الـ x function في الطايم والـ y في الـ x ومتنى شايل معالة الـ x وجبت الـ 2 function في الطايم برضو اخر فكرة المسألة ده بيقول لي ايه بيقول لي ان الـ y بتساوي 0.001 x squared يبقى برضو الداني باس ايكوشن بس الناحية التانية بيقول لي ايه بيقول لي if the plane rising with constant upward velocity of 10 meter per second خلي بالك ان لما تحرك في كر بيبقى السرعة ليها وظفتين فيه سرعة بتنقل البادي مين وشمال اللي هي الـ x وفيه سرعة بتطلع البادي وبتنزله دي اللي هي الـ y فهي بيقول rising rising ما بيكلم عن مين عن الـ v-y فهو قال لي ان الـ v-y الـ v-y دي اللي هي y dot قال لي انها بتساوي 10 meter per second وقال لي انها constant هبص نطع كلمة a constant طبعا ده هيخليلي ال- a-y اللي هي y double dot equal 0 لان ال- v-cononstant يبقى ال- a اللي فوقيا بزيرو طيب طالب ايه قال لي هتلينا determine هتلينا acceleration و الفلاصطي لما ال- y تساوي 100 متر خلي بالكم في المسألة دي ما ادنيش اي حاجة function في الطايم ما ادنيش اي حاجة ايه function في الطايم بس ادانا معلومات عن branch من الاتنين branch x و branch y ادانا ايه ادانا ان y 100 متر وادانا ان y dot بكام ب10 meter per second وادانا ان y double dot equal zero يبقى صحيح ما ادنيش معلقة y function في الطايم لكن اداني كل معلومات y y 100 y dot 10 وconcent تبقى y double dot 0 وعن ناحية التانية ادانا y function في x هي عبارة عن x squared قال لي في الحالة دي لازم تعمل بالنسبة للتايم ازاي قال لي عن y لما نعمل لها بالنسبة للتايم تبقى y dot ينزل z ما هي طب والx squared قال لي لما تعملها derivative بالنسبة للتايم تبقى 2x بس خلي بالا هنضرابها في x dot ايه الكلام ده derivative y 1 بس بنضرابه 5 dot derivative x squared 2x بس نضرابها في x dot ان احنا بنعمل derivative بالنسبة للتايم بدي كده معادلة رقم واحد بدي كده معادلة رقم ايه 2 اتنين طب ما تيجوا نعمل derivative مرة كمان تدينينا y double dot دي عبارة عن 2 من 1000 هلي بقى لكم بقى هي x في x dot حكتين مضربين في بعض فيبقى الاول في التاني زي التاني في الاول اللي هال chain rule فالx هيبقى derivative بتاع x dot وتتضرب في x dot فتبقى squared هدي كده plus x x dot لما نعملها derivative تبقى ايه تبقى x double dot ادي معادلة رقم ايه 3 تعالوا نعود ال y بتساوي 100 هنحطها في معادلة 1 فيبقى 100 بتساوي 0.001 x squared جبنا مين جبنا ال x يبقى 100 على 0.001 تحت ال root وهنمسك ال y dot اللي هي 10 ونحطها في equation 2 فيبقى 10 بتساوي 0.01 في 2 في ال x اللي احنا جبناها في ال x dot من هنا جبت مين ال x dot طلعت المعادلة الثالث هحط ال y double dot بزيرو في معادلة ثلاث يبقى 0 هتساوي 0.002 x dot squared احنا قلدي جبناها زائد x في x dot ال x قام معنا بس double dot بزيرو يبقى من هنا ايه اه لا ال y double dot هي اللي بزيرو يبقى من هنا جبنا ال x double dot احنا مش عارفين لسه طبعا ال x هي 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 بقى لانهم هنا مين هو x double dot طبعا لو احنا اتكلمنا على الفلاستي فالماجنيتيود هتبقى x dot squared زائد y dot squared تحت ال root الارقمين معايا وال direction ال ياسيتا v هتبقى التان مينس 1 y dot على x dot طب ال acceleration نفس الكلام الماجنيتيود هتبقى x double dot squared زائد y double dot squared تحت ال root طب وال direction الوسيطة ايه هتبقى التان مينس 1 y double dot على مين على x double dot يبقى بكده احنا غطينا كل اللي انا محتاج كم تعرفوه في الكيرفلين يارموشن محدش يجود محدش يحطه افكار زياد يبقى الفكرة الاولية هي ايه مباشر اي و ج تعملو تمشي مين و شمال على حسب انت معاك ايه الفكرة التانية يدي لك واحدة منهم في time و عوط جت الاتنين في time و عملت و و الفكرة التالتة ان يديني كل المعلومات عن و يديني فاعمل ايه اعمل و اجيب اللي هو طالبه من سواء ماجنيتيود او سواء ايه او سواء ديريكشن كده المحاضرة التانية خلصت اشوفكم ان شاء الله المحاضرة اللي بعد